اللي صار في السليمانية هناك مواطن اشترى شامبو واستخدمه وللأسف أصيبه بالعمى ويقال هناك أيضا حالات واعتمد على أحد المشاهير التي تم القاء القمض عليه وفعلا طلعه ولا مستخدمه ولا يعرف شي مجرد أنه استلم الفلياسات وأعلن عن هذا الموضوع ياريت أنه تفهمون يعني أنتم كتجار كأصحاب منتج افهموا الماركتينج افهموا التسويق لمنتجاتكم بشكل جيد لا تعتمدون على المشهور ترى المشاهير اليوم ما يستخدموها هو جاي بحسابه أو أنت من تروح لتشوف أنه حسابه بالإنستجرام أنه مليون راح تقول واو مليون شخص يتابع إذا شافوا ألفين أنه أنا مثلا بضاعتي راح تمشي صدق أنه هذا المليون هو فيك هذا معرف أنه أساليب السوشال ميديا والإنستجرام وأن يتابعوا وأن يتابعوا فمو كل المنتجات أنه تكون صحيحة وأنه إلها مقبولية من خلال المروج لهذا المنتج تخلي شوية يكون عند نوعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر